بعض الناس يأخذ بحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فيكتم الكثير من أموره حتى حهمه وأحبابه بحجة الخوف من العين فكيف يوازن بين هذا وبين التبكّن على الله تعالى؟ أما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فهو حديث مختلف في الحكم عليه وأكثر أهل العلم يضعفونه والذي ظهر لي بالنظر ومراجعة كلام العلماء أنه حسن إن شاء الله عز وجل فهو يُعمل به ولكن يُعمل به في موضعه بحيث لا يمنع من الاستشارة عند الحاجة إليها ولا يمنع من إدخال السرور على من يحب الخير له كوالديه وأبنائه ونحو ذلك وأما مسألة العين فالناس طرفان ووسط طرفٌ علَّق أقدار الله كلها بالعين فلا يُصيبه شيء إلا وقال من العين وهذا غلطٌ عظيم وطرفٌ أهمل العين بالكلية ولم يتحرَّز منها لم يُحرِّز غيره من عينه ولم يتحرَّز من عيون الآخرين وهذا غلطٌ عظيم لا شك أن العين حق وأن العين حاسدةٌ أو معجبة فليس كلُّ عائنٍ حاسدًا فقد يُعجَبَ الإنسان بشيءٍ فيه فيُصيبُ نفسه بالعين وقد يُصيبُ ولدَه ولذلك من رأى من نفسه أو ولده أو أهله أو ماله ما يُعجِبُه فليُبرِّك عليه يُحرِّز غيره من عينه ويتحرَّز من عيون الآخرين والتحرُّز من سمات الأزكياء من غير إسرافٍ ولا وسوسة وللأسف للأسف أن بعض الناس أصبح يُعرِّض أولاده اليوم للعين بعض الناس يُصوِّر أولاده في موقفٍ فيه ذكاء أو موقفٍ فيه جمال ثم ينشره على رؤوس الأشهاد وهذا في الحقيقة ليس من فعل العُقل ويعرِّض الأطفال للإصابة بالعين والأطفال أمانةٌ عند الأبوين يجبُ عليهما رعايتُهما ومن أيضًا مما نذكره ما دون ذكرنا هذا الأمر أن بعض الآباء اليوم يُصوِّر الأطفال على هيئةٍ مضحكة من فعلٍ أو لباس ثم ينشر ذلك بين الناس ويضحك الناس عليه وهذا في الحقيقة خيانة للأمانة أنت لا تُحِب أن يضحك الناس عليك ثم هذا الطفل قد يكبر غداً وقد يُصبح ذا مكانه وهذه المُصورات محفوظة وقد تُظهر وتُنشر فينبغي علينا أن ننتبه وأن نكون عُقلاء في تعاملنا مع هذه الأمور فَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ